في خبر مفرح للأمانة أنه نفرح برشا أنه تعزيز أسطول النقل لشركة الجهوية لنقل بنابل يوم جمعة دونك تسع حفلة تجديدة وين أخذينا مقال لوزير النقل سيد ربيع المجيدي قال أنه من 2018 تم إبرام صفقة مؤكدة أنه هذه الحفلات مخصة للنقل بين المدن بكل فات قدر بأربعة مليون دينار وزيدة قال أنها تدعم نشاط الشركة في تغطية الخطوط التي تأمنها في إطار رابط مدن ولاية نابل بالمدن الأخرى كما زيدة تم تعزيز الشركة بدفعة جديدة مكونة من تسع حفلة إضافية في جوان ألفين وعشرين وعشر حفلات مخصة للنقل الحضري في أكتوبر ألفين وعشرين تختتم الصفقة هذه والذي نحكي وزيدة الصفقة التي تعطلت لعوام الخاصة بمزاودي الحفلات والحصول على الهيكل القاعدية للحفلات من البرازيل بعشر حفلات خلاله شهر ديسمبر من سنة ألفين واربعة وعشرين بش ناخد أكثر تفاصيل بش حكي زادا بأدق التفاصيل مع رئيس مدير عام الشركة الجهوية للنقل بنابل سي وليد كرعاني مرحبا بيكو مرحبا بيكو تحياتي لك سي وليد شو حوالك سي عقبال كل شيء يعمل رولانس للشركة الجهوية للنقل بنابل وليس ترجع الشركة الجهوية للنقل بنابل سي وليد اليوم تم اقتناء تسعة حافلات عادية للنقل بين المدن وهذا البرنامج في الأشهر القليلة القادمة عنا تسعة حافلات عادية أخرى بين المدن خلال شهر رجوان وثمانية حافلات رفاها المدن خلال شهر أبريل وإن شاء الله ثمانية حافلات رفاها زيد كيف كيف يش دعموا بزوز أخرين رفاها جينا فعنا 20% الفاريسان دوماس في العقود يجبون دوما زوز كيران المدن خلال شهر ديسمبر إضافتني لعشرة حافلات عادية للنقل الحاضري زيد كيف كيف مش يتم اقتنائهم من هنا لأخر السنة خلال شهر أكتوبر نوفمبر يعني سي وليد فما إشكالية في التليفون بك فما ديكو بيغفل في التليفون ما نعرش إذا كان مزال معنا سي وليد أو ألا لا سينو خبر مفرح للأمان نفرحه برشا اليوم وقتا لنسمعه اقتناء حافلات جديدة لتعزيز الوصول للنقل بنيبل سي وليد معنا بالتليفون مرحبا مرحبا منقص علينا تليفون شوية أتوبركا وإن أرجع على الرزو يال كامل معك سي وليد تم 29 حافلة سيتم اقتناءهم خلال سنة 2024 إضافة نصيب الشركة عندها نصيب من الحافلات المستعملة سيتم توريدها من فرنسا بعد أولمبياد باريس والمتمثل في نقل المدرسي وبالتالي مشاكل نقل المدرسي في وليتي نابل وزغوين لحقيقة ما عشوش نلقاوها ونحن الهدف ممتعنا إنه تيمذيت حتى بين الوقت نعود ونروح مشاكل متع توسكي المخطعات المخدرات ويروح ويفتر وديارهم وأقل تكلفة حتى على الوالدين والرعي والمقدرة المقدرة الشرائية متع المواطنين وبالتالي ممتع فقري للتربي والتعليم وإن شاء الله القادم خير للشركة الجوية نقل نابل ناصع بوليتي ونابل وزغوين لتنظيمها يبدأ من النظور حتى للهوارية غدوة نفرحه في القسط الهوارية مش ترجع السفرات الصباحية من جهة الهوارية المواطن يترقب مش يبقى الكار في الحصة الصباحية وفي الحصة المسائية كيف كيف قربها لفحص وي حسنا وي ترجمك الوقت يبدأ الكران الجديد وي ترجمك في الخدمة للبواطنين وي ترجمك وي ترجمك في خلط مoud وي ترجمك لفحص وي ترجمك لفحص الهوارية الليبيا قربها منزلة ميم الحمامات نيبل هذوم التسعى حافلات كيف نحل إشكالها الوتيرة الحمامات كان فيها إشكال حقيقة على الصفارات كنا قبل كل ساعة كار لا نرجع للريتم العادي كل نص ساعة كار المواطن اللي يجي البيب عليه وليس يمشي الحمامات ولا يمشي تجاه النيبل لا يعود نوصل لأوبجكتيف يعني أنه كل كانز مني تتولي يلقى حافلة على ذمته هذا الممتاز هذا الممتاز اللي نحبو دجاكات عزيزة أسطولة ودجا أنت قلت ذكرت في نقطة مهمة جدا سيواليد اللي هي خاصة للتليمذة اللي متقلقين شوي للأمانة من بعض النقل اللي ساعات في بعض الأحيان موجود نحكيه على بعض الجهات اللي تكون فيها في بعض الحالات التليمذة ما عندهمش ساعات الإمكانية لازم مشانهم يمشي ويتنقلوا ديمة ونجم يروح ثم مشروع آخر مشروع جديد في الأيام القليل القادمة المشروع هذا أننا عملنا أبيل دوفر بخصوص سرعة جديدة إلى أبو تي لبروجي هذا هذا مشي حافلة ستة كونفورات وثلاثة حافلتها وفي الميزانية زيادة 2024 تم نفس المشروع هذا مش زاد يحلي إشكالة متعاشرة أونجلوبال كان نحسب عدد الحافلات مش تتسلمهم مشاركة جويل نقل نابل أبار جديد مش نوصل نعمل نصلى عشرين ونجيب 32 المستعملين ريتوا النقل المدرسي بشتتحسن الظروف نحن نقام شمي دو فورماتي ونخدم باروبجيكتيف الحقيقة حتيت خارجة طريق حتيت لوبجيكتيف في الوقت في الراحة المتاحة من نصف النهار المساعتين يروحون لديارهم وإن شاء الله المشاكل في النقل المدرسي في الشركة نجيها وين تتحل أمين يا ربي نقطة أخيرة سي وليد ونعرف اللي عندك العديد من الإلتزامات نحكيه على ليلة رأس العام سهرية رأس العام السبت والأحد وبتبيع عنها الثنين نحن نعرف أن هناك استعمال كبير للمسافرين ما هي التجهيزات؟ كيف حضرتكم؟ نحن ندعم العودة المدرسية وندعم العطل بسفرات إذافية لإسترس العام لدينا ما يقارب 60 سفرات إذافية على خطوطنا سيرتول خطوط الحمامية نيبل التي تكون وجهة الحقيقة للمسافرين نعم برشلي بنعروس والولايات الأخرى المستير المهدية كيف عالنا سفرات معها مسوسة القيروان نحن ندعمنا سفرات إذافية والأسطول التي تم اقتنائها كيف كيف تدعم بها السفرات هذه خلال رأس السنة؟ إن شاء الله مبروك على جميع التونسيين والتونسيين أمين يا ربي شكرا لك سيواليد يعطيك الصحة إن شاء العامك مبروك أنت زادا لك والكافة الإطارات والكافة العملية للشركة الجهوية للنقل بينابل دونك تفاصيل كل نعود ونلقاوها من جديد على الباج فيسبوك إنستغرام يوتيوب غاديو كافة فيم ونتمنى كل الخير لشركتنا الجهوية للنقل بينابل دونك اللي هنا فهم مؤشرات خير إن شاء الله يا ربي مع سيواليد دونك تمنى وهننا ونبقدرة ربي فهمها مش تكون اللي بلان او اللي بلان بي زادا كيف كيف مش تكونوا موجودين على العديد من الأصعيد زادا مش حتى على الاحتفالات برأس سنة الإدارية ولا الميلادية كهو بل بالعكس حتى على مستوى النقل المدرسي زادا مش يكون فهم العديد من التطورات والعديد من الاشكاليات اللي بيشتو حل إن شاء الله في القريب العجل وإن شاء الله يا ربي عامنا يكون مبروك وعام خير يبدأ لنا إن شاء الله يا ربي من اول انهار من سهرية راس العام انهار لحد في الليل إن شاء الله يا ربي دنيا تتحال في وجهنا إن شاء الله يا ربي نستنى وعام مبروك وسعيد علينا انسى كلها